هذا الصيف ممكن أن نسميه صيف إلغاء الرحلات إزدحامات كبيرة مع موسم السفر المعتاد تقرير جديد في موقع This is Money يوضح إن كان من حقك أن تحصل على تعويض وكيف سيكون حسب سعر التذكرة أو المسافة المقطوعة وغيرها نتعرف على ذلك معا في هذه الفقرة خصوصا بعد إلقاء شركات الطيران باللوم على مشكلات في مراقبة الحركة الجوية وسؤال أحوال الجوية في أوروبا بالإضافة للمشاكل التقنية نتعرف أكثر على أسباب وأمثلة لإلغاء الرحلات هذا الموسم مع الزميل ليث بزاري تفضل ليش ليث اللي يعرف أنه أنت كثير السفر هل بتحصل معاك مشكلة إلغاء الرحلة وهل بتطالب بحقك إذا كان فيه تعويض أم لا حسب إذا الطيارة في منها أكثر من طائرة نفس الوجهة بنفس اليوم بحاول أخذ الطيران بعدها بس عادة هي اللي بننشوفه هلأ كيف إنه غضب الطبيعة أثر على الطيران بالضبط هذا المهم يلا حسب تقرير لمنظمة الطيران العالمية كانت تأخير في رحلات الطيران أعلى بنسبة تمارئة 60% عن العام الماضي بركان آيسلندا الذي استمر لأربعة وعشرين يوما وضع قيودا على السفر بسبب تأثر الرحلات الجوية من وإلى مطار المطار الرئيسي في العاصمة الآيسلندية ريكافيك مطار مانشستر واجهة مشكلات مثل انقطاع التهران الكهربائي أدى لإلغاء حوالي 140 رحلة مثل ما نشوف بالصورة وأيضا كان هناك انقطاعا واسع لطاق لخدمات شركة مايكروسوفت تسبب في تأخير عمليات تشيك إن أو تسجيل الوصول ما أدى لإلغاء وتعطير الكثير من الرحلات أما في أمريكا فقد تم تأجيل وإلغاء آلاف الرحلات بعد أن وصلت التروبيكال ستورم ديبي أو العاصفة الاستوائية ديبي إلى اليابسة جنوب الولايات المتحدة في فلوريدا كإحصار من الفئة الأولى وأخيرا من روع مطار كتانية بجزيرة سيقليا الإيطالية خفض عدد الرحلات القادمة بسبب تدفق الحمم البركانية وإنبعاث الدخان من جبل أتنى المجاور بالمطار عود إليك كريم وضيفك لنتحدث ونتعمق في هذا الموضوع المهم شكرا أنك ليت رحل في الستوديو بمحمد الرئيس المدير التنفيذي لشركة الرئيس للسفريات عشان يعطينا طبعا فكرة أوضحة عن الأمور المتعلقة بتعويضات المسافرين هلا وسهلا بك فقد محمد مرحبا هلا وسهلا يعني بداية هل يفرق السبب إذا كان والله بسبب نفس الطيران أو خطوط الطيران أو بسبب أسباب تقنية تتعلق ببرج المقاء المراقبة أو حتى مثلا الكوارث الطبيعية أول شيء متى يعتبر الموضوع تأخير إذا تعدث ثلاث ساعات من موعد الإقلاع هنا أنت تعتبر الوضع فيه تأخير ومطالب أو ممكن تطلب بالتأويضات من شركة الطيران من شركة الطيران نعم من شركة الطيران وبعدين يختلف مثل ما أنت ذكرت إذا هي كوارث طبيعية ولا من الشركة نفسها ويعتمد من قارة لقارة أكثر القارات يعني أوروبا مثلا عندها قانون واضح وصريح اللي هو 2461 من حيث التعويضات يعني أنه لازم سواء كان من كوارث طبيعية أو كان بسبب خلل فني يعني البروغرام واضح يعني شو التعويضات وكذا أمريكا بعد وكندا حتى في دول الخليجي أصبح الآن في كل في كل العالم نعم 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 تعويضاتها شائع يعني نعم نعم بعد ثلاث ساعات يحق لك التعويض طيب يحق لك التعويض من عدة تماكن بس أنت تفضلي وهو ذا أنا بدي أسأل عن التعويضات كيف بيكون هل أنا أذهب وأقول لهم خلاص عوضوني أو هم من اللي حاولهم حيقولوا ترى الرحلة تأخرت وإحنا رح نعوضك التعويض يعني أول شي يكون بناء على ماذا شوفي أول شي على حسب يعني مثلا إذا إذا الرحلة واضحة في تأخير وفي تكدس في المطار شركة الطيران غالبا هي اللي تجي وتقول لك هي وطبعا أي شركة تحاول تعطيك المنمم في التعويضات طبعا بعدين على حسب أنت فاشتك على حسب أنت وأهميتك ورائح المكان اللي فيه وهذا كلها يعني ناقش معهم بالنسبة لتأخير الرحلات الجوية هل تفرق ساعتين عن ثلاثة عن ستة ساعة؟ نعم نعم إذا الرحلة تقريبا بالكيلومترات يحسبونها تقريبا من ألف من صفر لألف وخمسمائة في أوروبا المبلغ ذابط مئتين وخمسين يورو من ألف وخمسمائة كيلو إلى ثلاث وخمسمائة كيلو أربعمائة يورو من ثلاثة وخمسمائة كيلو وأنت طالع مسافة الرحلة يعني نعم يحسب لك ستمائة جورو في الخليج يختلف الوقت على حسب إذا رحلة طويلة محتاج ليلة محتاج إقامة ممكن يعودونك بفنادق ممكن يعودونك بقسائم ومشتريات الأشياء الضرورية مثل الملابس ومواد التنظيف وما شابه ذلك فيعتمد من المكان والحالة المقدرة والله أنا أغلب شيء اللي بحنا بنشوفه لما بتتأخر الرحلة ثلاثة ساعات إلى ستة ساعات مثلاً وبنكون مضطرين نكمل نرجس في المطار يأما بيدون عصيرات يأما بيدون فوتشر سعرها ثلاثة أربعة يورو ويقولون نروح واشتره من أماكن معينة يعني طبعاً ما في شيء سعره في المطار بثلاثة أربعة يورو العصير سعره ستة يورو ونص بس أعتقد على حسب شركة الطيران وهو ده هل شركة الطيران التجاري أو الاقتصادي تختلف عن شركات الطيران الكبرى مثلاً؟ أكيد أكيد أنت دافع هنا اقتصادي هنا دافع شركة بشيء بخدمة فأصلاً يعني حتى في القوانين الأوروبية والأمريكية إذا الرحلة من تأخير ثلاث ساعات وهالحدود هو شو الأكثر شيء للتعويضات تكون اللي هي قساءة مشتريات اللي هي الأكل والشراب واجبة نعم زائد دخول إيصالات المطار اللونش للإيرلاين هذا الأشياء بعد ممكن تحصل عليها على حسب المدبعات طب لو مرت ثلاثة ساعات أو قلنا نقول تأجلت الرحلة ثلاث ساعات ولا بتقوم الرحلة أو شركة الخطوط مثلاً أو شركة الطيران بأي إجراء من التعويضات أنا إيش أسوي؟ هذا أهم سؤال طبعاً لأن بعض الأحيان أنت لازم تلجأ في عدة طرق أول طريقة التي هي شكوة في الدوائر المحلية على شركة الطيران وشركة الطيران تلافظ هذه الطريقة والتواصل مع الطيران مباشرة عن طريق الإيميل وفي طريقة الناس دائماً غافلين عنها أيوة معظم الناس اللي هم عندهم كرودت كارد البطاقة الثمانية نعم يعني أنا ما أتكلم عن بلاتينيوم المتوسطة الجيدة اللي يكون فيها الدخول لإصالات هذا هذه تكون فيها تأمين على تأخير الرحلات هذه الشركة الكرودت كارد أو أنت تقراها تكون متوفرة نعم متوفرة فهم يعوضونك حتى لو شركة الطيران عوضتك ممكن تأخذ تعويض من الكرودت كارد نعم وفيه شركات أصلاً متخصصة لو بحثت على الإنترنت هي بس شغلتها هي شغلتها الشاغل أنت نشوف تقول لها أن رحلتي تأخرت وهو تقوم بالباقي تعطيب التعويضات أكبر قدر تحاول تجيب لك لأنها تستفيد بنسبة معينة من هذه التعويضات طيب بالنسبة لإلغاء الرحلة أتلغت الرحلة تماماً هنا المفروض ما هو التعويض اللي رح يكون هل استرجعت تذكرة أو مثلاً سكن؟ شوفي مثلاً في أمريكا إلغاء الرحلة يعطيك إلى أربعمائة بالمئة من قيمة حد أقصى أربعمائة بالمئة وحد أقصى ألف وخمسمائة دولار طيب والله مبلغ كبير نعم وفي كندا بين الخمسمائة وألف دولار في منطقة الخليج العادة إذا تم إلغاء الرحلة تسترد المبلغ كامل وإذا هناك رحلة قريبة تذهب لها أو يعطونك خيار والله الرحلة التي ألتغت في شركة أخرى بعد نص ساعة أو ساعة أو ساعتين سأتكفل بالرحلة هذه ممتاز بعدين يعتمد إذا أنت يحاجز سيرفوس واللو كوست فيعطونك تعويض مادي لكن إذا حاجز لو كوست على شركة تجارية كبيرة لا تدفع شيء فقط يحاولونك عليها طيب هناك موضوع أيضاً أتكرر مع عديد من الناس اللي هو الحجز الزايد يعني مثلاً أنا أكون حاجز عندي تذكرة بطلع على الطيار يقولون لي معلش الكرسي تأخذ وكان فيه دبل اثنين حزين هذا دائما شركات الطيران تسويها لأنه هناك كثير من خمسة إلى سبعة بالمئة دائماً فهم يأخذون احتياطهم في هذه الحالة هناك ضريقتين اللي هو النزول الطوعي يعني أنت تقول أنا ما عندي مشكلة أنزل بس في الرحلة القادمة يعملون لك ترقية أبغريد بشرط الأبغريد وماذا سيجعلني أنزل وانتظر لا طبعاً والشيء الثاني إذا أنت ييت متأخر للمطار وصلت متأخر والناس تسوي عن شيء فإجباري أن تنزل هنا تستحط الرحلة اللي بعدها زاء التعويض التذكرة يعني أنت الفرق بين الطوعي وهذا أنه أنا ممكن أشترط قيمة التذكرة والرحلة الثانية تكون مجانية ماذا عن الأمتع التالفة؟ نحن عارفنا المفقودة ممكن يلاقوها بعد كم يوم ويرجعوها لنا وكذا المفروض يجب أن يوصلوها إلى مقر إقامتنا هذا الذي أعرفه ماذا لو كانت التالفة؟ الشنطة تقطعت الأغراض طلعت منها لقيتها مفتومة لا، شركة طيران تتحمل تحمل لكن المشكلة في هذه أن المبالغ تكون قليلة بعض الأحيان عندك بعض الأحيان اليوم اللبس الواحد 500 دولار طبعاً لكن التعويض لا يصل أكثر من 500-600 دولار لكن بالجهة الأخرى بعد إذا رأيت شركات التأمين أو إذا عملت تأمين إضافي للسفر يكلفك 50-60 درهم بهذه الطريقة لكن أنت ممكن توصل إلى 5000 درهم أو 10000 درهم من حسب التأمين الذي تشتريه للسفر أحياناً يكون مهم جداً التأمين ومهم جداً أني أكون واعي بكل حقوقي حتى أنا مؤطالب بهذا الحق أشكرك جداً مدير التنفيذي لشركة الرئيس للسفريات الأستاذ محمد الرئيس شكراً لوجودك معنا اليوم شكراً